ماذا يترك المسيحيون المسيحية تقرير لمركز بيو تنشر الجزيرة من شهرين نحاول نفهم ايه الموضوع وايه اللي بيحصل في الحالة السادة المشاهدين اهلا بكم دايما مراكز الابحاث انا مهتم بموضوع مراكز الابحاث وقياس الرأي العام مع الاقصف الاعتبار يعني اه ما يسمى احيانا نسب الاقتلاف وبعض الحاجات المعايير المختلفة اللي ممكن تأثر فيه الحالة لانه كلها نظرات استشرافية النشرة الجزيرة في تسعتاشر اتنين اتنين وعشرين زي ما يوجد عندكم على الشاشة هو بيكلم تحولات المسيحية في الولايات المتحدة تراجع الدين بين البالغين للامريكيين على الطريق الاوروبية دايما على فكرة معروف ان امريكا اكثر تدينا بشكل عام من اوروبا لان امريكا جاي لها مسيحيين افارقة جاي لها مسيحيين اسيا اه جاي لها مسيحيين من من الامريكا الجنوبية فدول بيكونوا اكثر اه تمسكا اه بالدين ربما من الامريكيين الجايين من اصول اوروبية طبيعة الحداثة في اوروبا ظهرت وطبيعة التطور والتنوير في اوروبا اثر بشكل اخرى عدينا. نشوف التقرير بيقول ايه ونحاول نفهم ايه الموضوع. بيقول خلص استطلاع واسع اجراه مركز بيقول الدراسات. ونشره في سبتمبر الجاري اللي هو سنة 22 عام شهرين بس يعني تسعتاشر سبتمبر احنا الوقت في فبراير يعني احنا نتكلم عن ديسمبر ويناير مره يعني اقل من تلات شهور يعني على على التقرير. يعني يعتبر تقرير حديث. قال لك اه بيقول ايه لتقرير ان اعداد الكبيرة من الامريكيين تركوا المسيحية. منذ التسعينات للانضمام الى الصفوف المتزايدة من البريغين الامريكيين الذين يصفون هويتهم الدينية بانهم ملحدون او لا ادريون او لا شيء على وجه الخصوص. او مرة اسمع شيء على وجه الخصوص دي يعني يعني ايه. هذا الاتجاه المتسارع يعيد تشكيل المشهد الديني في الولايات المتحدة. ما يدفع الكثير من الناس الى التساؤل عما قد يبدو عليه مستقبل الدين في امريكا. وتساءل التقرير ماذا لو استمر المسيحيون في ترك الدين بنفس المعدل الذي يلوحظ في السنوات الاخيرة. وماذا لو استمر توطيرة التحول الديني اللي هي تغير تعريف الفرد لنفسه دينيا خاصة بين مرحلتين الطفولة والبلوغ في التسارع. يقول للمساعدة الاجابة عن مثل هذه الاسئلة صغى مركز بيون الابحاث عدة سيناريوهات افتراضية. تصف كيف يمكن ان يتغير المشهد الديني في الولايات المتحدة خلال نصف القرن المقبل. نلاحظ الدراسة ان معدلات التحول الديني تتركز في شراع عمرية معينة فحتى العام تسعتاشر اه قدر ان واحد وتلاتين في المية من الاشخاص الذين نشأوا على المسيحية اصبحوا غير منتسبين بين سن الخمستاشر الى التسعة وعشرين. يعني برضو بيتكلم ان ما زال سبعين في المية او تسعة وستين في المية ما حافظين على الدينات بتاعتهم ان في واحد وتلاتين في المية قرروا تغيير هوايتهم الديني. طبعا ورقهم مش قليل لان فكرة تغيير الهواية الدينية ده في فرق من ان واحد يعني يترك التدين. يروحش الكنيسة كده. انما ان هو يقرر ان هو اه هيغير هوايته الدينية. سواء بقى يروح لا قدر يروح لا اه لا انتمي يروح مثلا اه ربوبي يروح ملحد. دول واحد وتلاتين في المية. والسن من خمستاشر برضو لتمنتاشر او لتسعة وعشرين سن. اه يعني فارغ جدا. واحد ستاشر سنة يقرر ان هو هيغير هوايته الدينية ده امر برضو اه يجب ملاحظته. يعني هو تلاتين في المية ليس كبيرا ولكنه ليس قليلا. على فكرة تغيير الهوية الدينية. وهي الفترة المضطربة التي يتركز فيها التحول الديني. وقربة سبعة في المية من الاشخاص الذي نشأوا مسيحيين اصبحوا غير منتسبين للمسيحية في وقت اللاحق من حياتين بعد سن التلاتين. يعني خلي باركم في واحد وتلاتين في المية من خمستاشر لتسعة وعشرين. بيغيروا هويته. بعد التسعة وعشرين في سبعة في المية تانين. ينضفوا الواحد وتلاتين يبقى تمانية وتلاتين. بس نقضي فيه ناس بياخدوا القرار ده بعد التسعة وعشرين. وفي واحد وتلاتين في المية بياخدوا القرار ده قبل التسعة وعشرين سنة. يعني عايز يقول برضو ان بعد السن ما يكبر فكرة تغيير الدينة بيبقى اقل. المهم آآ نشأوا مسيحيين اصبحوا غير منتسبين للمسيحية في وقت اللاحق من حياتهم بعد سن التلاتين. في المقابل تم تصنيف حوالي تسعين في المية من البلاغين في الوقت المتحدة على انهم مسيحيون اوائل التسعينات من القرن الماضي وفق المركز. انا مش فاهم الحتة دي قوي بس نقدر نقول ان هما ناس الكبار في السن شوية ما زال تسعين في المية منهم محافظين على ديانيتهم. اللي هما مسيحي التسعينات. من تسعين لدلوقتي احنا ما نتكلم عن عن عشر سنين وعشر عشر يعني عد عشرين سنة وهم كمان كانوا ايه اه مسيحيون يعني كانوا يعني ربما كانوا في سن البلوغة او حاجة زي كده. ووضع تقرير المركز اربع سيناريوهات محتملة للتحولات في المجتمع الامريكي تتراوح بين احتمالية. ان يخسر المسيحيون اغلبيتهم يعني مش اغلبية. يقوموا مثلا تسع وعشرين في المية. يخسروا فكرة انهم فوق النص. مش لصالح الاسلام او صالح الهندوسية او صالح البوزية او صالح الكنفوسية او صالح اليهودية. لا. انما مجموع الحاجات المختلفة بينما فيها اللادنيين. لان اللادنيين لوحدهم سبعة وتلاتين في المية. اه واحدة ثلاثين وسبعة يعني ثمانية وتلاتين في المية. احنا مليتكلم وقت مع بقى مع ابو زين مع مسلمين مع الناس تالية. اه ممكن يخسروا الاغلبية بتاعته. قال لك انما برضو ان هو سيختروا الاغلبية ممكن. انت ممكن ان webinar اربعين في المية بس انت ا اكتر ايه? اكتر حاجة. يعني ستزولون اكبر مجموعة دينية. انت ممكن تبقى ثلاثين واكبر حاجة. اه. ان اللي فعدين وتسويل chitlam. اللي فعدين تبقى ثلاثة وعشرين اللي فعدين عشرين سبعين ده ورده لسه عن مسافة بعيدة بالكامل لسه عن خمسين سنة قدام ان هما ممكن يبقوا مش النص اقل من النص ولكن هما الاكسرية كمسيحيين او يتصاعد قال لك حط احتمال تاني يتصاعد عدم الانتماء اه عام سبعين ويشكل اغلبية ضئيلة يعني ممكن بقى اللي هما اللا دينيين او الملحدين يبقى هما الاربعين والمسيحيين خمسة وتلاتين وبعد كده بقى الهندوسيين والاديان التاني انما عايز يقول انه ممكن اه وانا رجح للرأي الاخر انه ممكن يكون الربوبيين واللادينيين والملحدين لو حطيتهم انت في مربع واحد يعدوا نسبة المسيحيين ده احنا من الكامل عن عشرين سبعين يعني بعد خمسين سنة طب بعد بقى ابتين سنة ممكن ايه اللي يحصل هل ربما لأديان البرامات تتلاشى يعني وارد اه ان لم يكن بعد قرن يعني قصدي بعد قرن ما لازم احنا كان على خمسين سنة يعني نص قرن بعد قرن بعد اثنين بعد ثلاثة اعتقد انها بقى فيه تغييرات تانية كتير على على الديانات الابراهيمة عمومة اه قالك في في البلاد اه واتيرة التحول الديني في في البلاد عند المعدلات الحالية وهو السيناريو الذي يرجح تقرير مركز عدم واقعيته يعني حتى هو بيقول اه هو المركز ما بيرجحش الاحتمال التاني انه بقى الملحدين اكتر من الايه من المسيحيين برضو خلي باركوا تغيير الديانة ده امر يعني برضو معقد انما في ناس كتير جدا هو ما غيرش الديانة بس تجاهلها يعني ما بيروحش الكنيسة ممكن يروح ساعة الزواج او اللي هو الاكليل وبتاعها كحاجة اجتماعية ساعة الدفن وممكن يؤدي التقوص المسيحية انما مش مهتم بالديانة ولا بيقر تفاصيلها ولا بيعرف احوالها ولا بيروح الكنيسة يسمع الوعز ولا بيروح الاعتراف يعني كل الامور التانية دي لك تشير التوقعات الى ان الولايات المتحدة ربما تتبع المصار الذي سلكته على مدى الخمسين عام الماضية العديد من البلدان في اوروبا الغربية التي كان لديها اغلبية مسيحية ساحقة في منتصف القرن العشرين ولم تعد كذلك حاليا ان هو بيحسم ان اوروبا خسرت الايه الاكثارية مش الاغلبية اللي هي ايه اللي حصل في اوروبا الغربية التي كان لديها اغلبية مسيحية ساحقة ففي بريطانيا على سبيل المثال تفوقت نسبة الذين لا يعتبرون انفسهم مسيحيين على الذين يعتبرون انفسهم مسيحيين لتصبح اكبر مجموعة في العام الفين وتسعة. يعني اللي وصلت له بريطانيا في الفين وتسعة هو بيقلل ترجيحه اه عشرين سبعين في امريكا. لا اعتقد ان هذا كان طبعا ايه? اه انا بختلف معاه. انما اللي حصل في بريطانيا ده ممكن يحصل اه ازد منه في الفين وعشرين سبعين في امريكا. اه في العام الفين وتسعة فقدوا الاكسرية. ممكن الاغلبية بس مش اكسرية. انفرق. يعني مش فوق نص. يعني قصدي اكسرية بس مش الاغلبية. وقال لك ان الاكسرية كتلي مين بقى. حات. اهو. قال لك أنفسهم مسيحيين على الذين يعتبرون انفسهم اه نسبة ذات هات لا يعتبرون انفسهم مسيحيين على الذين يعتبرين انفسهم مسيحيين يتصبحت اكبر مجموعة في اتفين وتسعة. اه ولمسح المؤقتة الاجتماعية البريطانية. عنده مسح فترة. هي هولندا بقى تسارعت وطيرة عدم الانتماء الديني في السبعينات ويقول 47% فقط من البالغين الآن أنهم مسيحيون يعني هل أنت كمان أسرع الكلام ده وصلته في السبعينات الناس 47% بيميزه نفسهم لا دينيين في حين أن التغير في معدلات الانتماء في الولايات المتحدة يرجع إلى حد كبير إلى ترك الناس للدين طوعية فإن التحول ليس المحرك الوحيد لتغيير التكوين الدين في جميع أنحاء العالم على سبيل المثال تفسر اختلافات في معدلات الخصوبة طبعا زي ما قلت بيرجع الموضوع للنسل أكيد بتوع الهند مثلا أو بتوع العرب أو بشكل عام بتوع الشرق الأوسط أو الشرق الأخصى أكثر إنجابا من الأوروبيين أو القادمين من الأوروبة أو من الدول أخرى بينما أدت الهجرة برضو الهجرة مؤثر تاني يعني هو عايز يقول ما تاخدش الموضوع الناس بتغير الدين هو الأساس قال فيه مؤثرات تانية على زيادة ما لو بيجي ناس من الصين الصين معظمهم لا دينيين أو من اليابان لا دينيين فبيزودوا الأعداد أو بيزودوا التغير الديمغرافي فعايز يقول مش الناس بتقرر بتقرر ترك الديانة إنه ممكن الناس لا دينيين كتير يجوا من الصين من اليابان من الحياة التانية وينتقوا للأمريكا فلما يبدوا يسألوا عينة عشوائية من الشباب فيقول لك إنها لا ديني أو لا انتمية أو حاجات زي كده ممكن يكون صيني أو ياباني يعني جاي من أصول يابانية أو أصول صينية أو كده أو طبعا بقى كومبوزي أو مسلم أو حاجات تانية قال لك فيه الهجرة تغيير التكوين الديني للعديد من البلدان الأوروبية في القرن الماضي كما تسببت عملية التحول القصرية والطرد الجماعي والحروب والإبادة الجماعية في تغيرات في التكوين الديني عبر التاريخ طبعا منضوع اليهود وألمانيا والحرب العالمية التانية فده نتكلم عن إبادة بقى وأعتقد أنه أصده كده علاوة على ذلك فإن السيناريوهات الوالدة في تقرير مركز بيو تقتصر على الهوية الدينية وأنا تصور كيف يمكن أن تتغير يعني قال مركز بيو بيعمل بحث مباشر ما بيقالش بقى ده أصله صيني ده أصله ياباني ده جاي عن طريق الهجرة خش وهو بتعلم مع المواطنين الأمريكيين خلاص انتهينا مواطن الأمريكي وصوله بقى إيه جاي منين هاجر ماهاجرش مش قضيته فهو بيعمل مسح إيه بشكل عام لأنه عندهم موضوع هناك تسأل إيه عن تفاصيل تانية ربما تتفصل نوع عنصري انت جاي منين وصول إيه لا ما بيصولوش حتى دي ولجانب الانخفاض في النسبة المقوية للبالغين الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين في السنوات الأخيرة وجدت إصطلاعات مركز بيو لأبحاث انخفاضات أو انخفاضة في نسبة السكان الذين يقولون أنهم يوصلون بشكل منتظم نفرق بين أنه ترك الديانة وأنه مش متدين أو ما بيصليش أو يعتبرون الدين مهما في حياتهم يعني حاجة همشي يروح إكليل الزوج وخلاص ولازال السؤال مفتوحا عن المستقبل في تقرير سابق نشرته مجلة جزيرة بتكمل فورين أف هيرزر الأمريكي عام 21 قال الكاتب رونالد أنه أجرى بحثا امتدى ل12 عام هو زميلته بيبا نوريس حيث حلل بيانات متعلقة بالاتجاهات الدينية في 49 دولة أظهرت البيانات أنه منذ 2007 إلى 2019 أصبحت الأغلبية العظمة من البلدان موضع الدراسة أقل تدينا فر من أقل تدينا وأنه هو ترك الدين ولم يقتصر ضعف إيمان الناس في المعتقادات الدينية على البلدان ذات الدخل المرتفع فقط حيث أنه ظهر في معظم أنحاء العالم يعني عايز يقول أن دي كانت سمة المجتمعات الغنية المجتمع الغني عنده رفاهية عنده فوسها عنده بتاع فايه ربما بيكون أقل تدينا ربما الناس اللي عندها مشاكل وعندها كذا ربما إيه أقرب للجوء للدين ده ستايم رياحة شوية بيستمتع بمباهي الحياة ما بيلتفتش أول الدين يعني واضح أنه ده كان الأغلب إنما بيقول لا الموضوع تجاوز موضوع إيه الدول الغنية لا كمان الدول الأقل يعني أقل غنا أو فقيرة ربما أصبحت غير متدينة أصلا وقالت أغلبية طفيفة من البالغين الأمريكيين في استطلاع رأي سنة عشرين أن المسيح ابن مجرم عليهما السلام كان معلما عظيما لا أكثر هنا منكلم عن غنوصية هنا لهو بقى رب أو ابن الرب يعني ولا هو كمان نبي ده هو مجرد حكيم كان معلما عظيما لا أكثر خلال حياته ويعني ذلك أن أكسرات المستطلعة هم كده بيسألوا في نقطة في العقيدة يعني ممكن يكون مسيحي آه ماشي بؤمن بتعليم عيسى وكلام الدي بس هو مش شايفه نبي شايفه حكيم زي بوزة كده وطبعا اللي هم بيتبعوا بوزة بيتتبعوا يعني بتتبعوا يعني كمان يتقوصوا بتتبعوا يعني ديانة نفسها وإن كان هم زي ما قلنا هم بيعتبروه حكيم أو يعني النبوة غنوصية فكرة الحكمة الإلهية فهم شايفين أن المسيح لهو نبي ولا هو الرب ابن الرب أو كده ولكن هو ربما يكون حكيم أو معل ويعني ذلك أن أكسرات المستطلعة أرأهم لا يرون أن المسيح كان إلها وفق المعتقد المسيح السائد الذي يعتبروه مستحقا للعبادة وفق تقريب صابق الجزيرة طبعا هو كان فيه خناء زمان في القرن الثالث الرابع الميلادي عن الناسوت واللهوت بس اتحسمت طبعا لصالح لإيه اللهوت فكرة أنه هو نبي ولا يعني فيه ألوهية وديك اتخناها قديمة قوي في القرن الرابع الميلادي على أيام قسطنطين والمجمعات وكلامين ده وتحسمت ولو برضو فيه حد اللي وجهت نظر تاني يصحح لو فيه خطأ في هذه النقطة ولكن زي مقالنا اتحسمت لصالح اللهوت يعني معظم بقى الكنائس بقمنا بفكرة اللهوت المسيح وفيه تغطيتها للاستطلاع الذي أجرته منظمة مسيحية دولية غير حكومية وغير هدفة لربحك قالت صحيفة نيوزويك أن النتائج تدعم قول العديد من القادة الدينيين الذين يقولون أن المسيحين اليوم يبتعدون عن التعليم الإنجليا التقليدية يعني الوعاث نفسهم أو بتوع الكنيسة شايفين الناس أقل تدينا ومش مهتمين فبيقول أن الناس يبتعدون عن التعليم الإنجليا إيه تقليدية إيه تعليم المسيح قال لك بقى نهاية العالم المسيحي في كتابها الصدر حديثا نهاية العالم المسيحي تقول الفيلسوفة الفرنسية شانتال ديليسولس أن الحضارة التي تعتمد أعرفها وقوانينها على عقائد المسيحية ضمن محلط منذ نهاية القرن العشرين از ترجعت المسيحية بوصفها مرجعية مركزية للقوانين والأعراف والأخلاق في وقت انتصرت فيه الحداثة بعد هيمنة المسيحية لقربة 16 قرن وفق التقريب السابق للجزيرة يعني ايه برضو هو حد يقول لي طيب المسيحية ما فياش تشريع آه ما فياش تشريع بالمعنى الإسلامي التفصيلي ولكن فيها أخلاق عامة يعني فيها مثلا تحريم للزنا تحريم للخمور تحريم للانفلات للفسق للفجور فالقوانين خلاص تجاوزت هذه الكلام وشايف ان العلاقات الجنسية مفتوحة دي حرية شخصية وحاجات زي كده فإذا احنا نتجاوز أصل المسيح يعني أصل من أصول الأخلاق المسيحية مش لازم قوانين بالمعنى التفصيلي اللي موجود في الإيه في الإسلام وان القوانين حدثية ونطبط من حداثة ومركزة أكتر على حرية الأفراد وحرية الأشخاص مما فيها الحرية الجنسية الى الكنيسة ما بتعتمدهاش بالعكس بتعتمد للزواج الواحد ومفيش التطلاق وبرضو تجريم أو تحريم فكرة تعدد لعلاقات الجنسية كل ذا مجرم في كل الأديان الإبراهيمية وعتقد في معظم الأديان وتعتقد دلسل مؤسسة معهد هانا أرنيدل لإبحاث أن ما تسميه بوادر انهيار الحضارة المسيحية قد بدأت تتشكل منذ مدة طويلة وتحديدا منذ التمرد على الأعراف والقوانين الكنيسية في عصر النهضة قال لك التمرد ده بدأ إمتى من أول ما المسيحية بقى دخلت مع جاليليو في خناقات مع العلم والناس ما كمان مش تجاوزت النقطة العلمية بس لا تجاوزت النقطة العلمية إلى حتى التقاليد المسيحية العريقة والحضارة بدأت تتأسس على شكل مش ديني مرحلة صعبة عندما تطلوت الحداثة لإعتراف بحرية الضمير وهو ما رفضته الكسوليك حرية الضمير يعني الضمير هو اللي بيحدد أخلاقه والمجتمع هو اللي بيتفع على معيار الأخلاق أو مستوى الأخلاق مش الدين فنحن نتحدث عن نقطة مختلفة في اختيارات الأشخاص وموضوع الضمير الحدثة الاعتراف بحرية الضمير وهو ما رفضته الكسوليكية التي بقيت معادية للليبرالية والفردية وكذا على مدى قرنين من الزمن حوالت المسيحية الحفاظ على تأثيرها ونفوزها لكنها استضمت بمطالب التحديث وإطلاق الحرية الشخصية لكن المسيحية التي تقصد المؤرخها والرؤية الفرنسية في كتابها هي تلك الحضارة التي تعتمد أعرفها وقوانينها على العقائد المسيحية ومن الواضح وفق رأيها في حوار مع صحيفة لوفيجارو أن هذه الحضارة محلط منذ نهائة القرن العشرين يعني في أخر قرن العشرين وذيرا ما توجد الآن دول تعتمد في قوانينها وأعرفها على المسيحية مع استثناءات قليلة في معظم الدول المسيحية أصبح الطلاق والإقهاد قانوني يعني طبعا طبعا في المسيحية معروف أنه مش قانوني ولا الإجاد مع الحداثة أصبحت هذه القوانين قانونية ما يعني أن المسيحية بوصفة ديانة لم تعد موجودة وفق الباحثة التي ولدت لعائلة باريسية كاسوليكية يمينية ودرست على يد عالم الاجتماع الليبرالي لمحافظ جوليان فرويند وتؤكد ديلسل أن الحضارة الغربية التي ولدت مع نهية الامبراطورية الرومانية مزيج من الحضارات اليونانية والرومانية واليهودية والمسيحية وبالتالي لا شك في أن اندصار المسيحية يهز أركان الحضارة يعني عايزة تقول أن الحضارة كانت مرتكزة إلى أربع أعمدة يونانية ورومانية ويهودية ومسيحية فركن المسيحية لما ينهار ده أحد أركان الحضارة من وجهة نظرها إلى الحضارة القديمة وبالتالي لا شك في أن اندصار المسيحية يهز أركان الحضارة الغربية ويغير ملامحها لكنه لا يؤدي إلى اختفاقها يعني شوال كان الحضارة هتكتفي ولكن هو بتقول أن أحد أركانها الأساسية هتهتز وتعتقد الفيلسوفة الفرنسية أن الإنسانية باعتبارها المرجعية التي أخذت مكان العقيدة المسيحية في المجتمعات المعصرة تعد إحياء للقيم المسيحية مثل الرحمة والتسامح والتوبة والغفران والمساواة بين الجميع لكن هذه القيم لم تعد مرتبطة بالدين بل تستند فقط إلى العرف والطبيقات العلمانية العلمانية قالت إحنا عندنا ناس لا دينيين وعندنا ناس علمانيين وعندنا ديانات مختلفة فبدأوا يتكلموا عن فكرة الأخلاق الإنسانية أن فكرة الرحمة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والخضر والشجرة كل حاجات اللي هي دي نشأت في ظل الحادثة في ظل العلمانية مش بمرجعها دينية لأنه هو بينتمي للأخلاق دي عايزة الموضوع عايزة يقول إن الإنسانية ربما تكون آه مرتكزة إلى بعض قيم المسيحية بس هي مش قيم المسيحية بس قيم ربما جميع الأديان وده منتج الحداسة أو منتج العلمانية أو منتج الليبرالية دي الكاتبة بتحاول تقول وتحلل موضوع التطور الديني والتطور المسيحي موضوع تطور أديان أعتقد أن المستقبل ربما يأتي بأشياء واختلفة بالذات مع درسات ما يسمى تاريخ خانية النص سواء العهد القديم أو الجديد وربما اكتشافات جديدة تأتي في المستقبل ربما تأثر في معتقدات الناس وتضعف مثل هذه المعتقدات يعني طبعا لن نعيش لنرى مثل هذه الأمور ولكن في النهاية نحن نقدم يعني هذه الاستشرافات وهذه التنبؤات للمستقبل ودايما الأرقام بتأتي بجديد كل يوم وتظهر مؤشرات ورسوم بيانية وصعود وهبوط ربما نراه في المستقبل وضع حياتنا النهاردة لو عجبك الفيديو تشيره اشترك ترجمة نانسي قنقر